اشتركوا في القناة وقال الوزير ان المشروع احد مشاريع الوزارة الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي الذي سيسهم في رفع اداء مركز توبلي لانتاج المياه المعالجة وزيادة انتاج المياه المعالجة المستخدمة في اعمال الري والتجميل الزراعي من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزيدة الواردة الى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية حيث يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 الف متر مكعب لتصل الى 400 الف متر مكعب يوميا وخلال الزيارة شدد المهندس خلف مجددا على ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق معايير السلامة من خلال فترة تنفيذ الاعمال بتنسيق واشراف مهندسي الوزارة لضمان سلامة العمال العاملين بالمشروع علما بانه تم انجاز مليونين ونصف ساعة من غير اصابات عمال اشتركوا في القناة